اشتركوا في القناة تتصدر الصحف الدولية والعربية والسلطات التركية ما زالت تبحث عن منافذ الهجوم كما برزت أيضا خرقات النظام السوري للهدنة وتناولت الصحف تقدم الجيش العراقي في الموصل وتابعت مستجدة المعارك اليمنية وفي المواضيع البارزة أيضا تحذير في بريطانيا من هجوم كيموي لداعش في أبرز عنوين الصحف في العربية صحيفة العرب الجديد سوريا الطريق الصعب إلى أستانا المعارضة تصف استمرار الخرقات بالوقاحة مهاجمة وادي بردة يجعل الاتفاق آيلا للانهيار صحيفة الشرق الأوسط عشرات القتلى بينهم 15 عربيا والشرطة تتعقب المهاجم الإرهاب يباغت 2017 بمذبحة في اسطنبول صحيفة الشرق القطرية إسرائيل تهاجم قطر لدعمها القدس صحيفة الدستور الأردنية بخمسة عشر كيلوغرام متفجرات وخمسة أحزي مناسف السعودي خلية الكرك الإرهابية خططت لاستهداف مواقع في رأس السنة صحيفة الأيام البحرينية استشهاد شرطي وإصابة آخر ووزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق هجوم إرهابي مسلح على مركز جو وهروب عشرة محكومين صحيفة البلاد الجزائرية زيادة في أسعار الوقود ولهيب في المنتجات في الأسواق الزيادات تفسد فرحة الجزائريين بالعام الجديد الخروقات التي تعرقل طريق المفاوضات إلى أستانا عنوان بارز في التغطية الصحفية للمشهد السوري تصفها المعارضة السورية بالهدنة الهشة مع استمرار النظام بخرقها في ريف دمشق النظام يبرر القصف بوجود عناصر لفتح الشام في هذه المناطق على كل حال خرق الهدنة ليس الوحيد الذي يهدد محادثات العاصمة الكازاخستانية والتي باتت مدعومة أماميا اليوم فحتى الآن لم تتوضح بعد الهوية النهائية للمعارضة المشاركة فيها وذلك متوقف على استعدادها لترك السلاح بحسب تصريح لمستشار المرشد الإيراني هذا فضلا عن تحديات المحادثات بحد ذاتها والذي يعيد إلى الذاكرة سيناريوهات جوالات المفاوضات السابقة دان أرناست يبدو أن الطريق غير معبد إلى أستانا هناك من يدفع إلى السمرار في عسكرة الأزمة في سوريا وهناك من يريد لسبب ما أو لغيى ما الذهاب نحو الحل السياسي صحيح منذ فترة ليست بقصيرة هناك انقسام داخل معسكر النظام معسكر النظام أقصد المعسكر العالمي للنظام الرؤية الإيرانية مع ميليشياتها مع النظام السوري خصوصا بعد الحسم الذي حققوه في حلب يعتقدون ويتمسكون بالحسم العسكري على اعتبار أنهم في العام 2016 الأسود على كل المعايير في سوريا على كل حال حققوا تقدم عسكري في مناطق الاشتباكات كبير جدا فلماذا اليوم وهناك منطق داخل هذه النظرية يعني إذا كان النظام وميليشياته وحزب الله وإيران وعشرات الميليشيات التي تحارب إلى جانبه قادرون على الحسم العسكري لماذا يتوقفون الآن ويذهبون إلى مفاوضات سياسية في مقابل القيادة الروسية للحرب في سوريا عمليا القيادة السياسية لأنه ليس هناك قوة كبيرة مقاتلة روسية على الأرض عمليا تعبت اقتصاديا وعسكريا وسياسيا تدرك أن التفرد الروسي الذي عشناه في السنة الأخيرة من ولاية باراك أوباما وفي الفترة الانتقالية الآن في واشنطن بين أوباما ودونالد ترامب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد ولذلك تدفع باتجاه الحل السياسية؟ روسيا تدرك أنه عاجلا أم آجلا يجب أن يحصل اتفاق سياسي لأن دعمه لا محدود والمفتوح لمعسكر النظام لا يمكن أن يستمر إلى الأبد فهذا الانقسام في الوجهتين ينعكس اليوم في الهدنة المستمرة منذ يوم الخميس المستمرة هي غير مستمرة عمليا نتحدث يوم أمس وحده 31 خرقا نتحدث عن أربعة شهداء وادي بردة وغوطة دمشق منذ اليوم الأول بدى واضحا أن النظام لا يريد أن حتى في مفاوضات أنكرة التي أودت إلى اتفاق أنكرة يوم الخميس كان هناك كلام عن استثناء حزام دمشق ما يسميه النظام حزام دمشق أي وادي بردة والغوطة الشرقية وما بقي من مناطق الغوطة الغربية بيد المعارضة عن استثنائهم من الهدنة لكي يؤمن نظام منطقة العاصمة ومحويتها بالكامل كل أريف دمشق وهذا أفشلته المعارضة بقيادتها الحكيمة في المفاوضات يعني أظهرت أرنست أريد أن أتحدث أكثر عن نقطة النظام ولماذا النظام مصر على الاستمرار في عسكرة الأزمة في سوريا كما قلنا ولكن بداية دعنا ننقل إليك بعض التعليقات كما جرت العادة من وسائل التواصل الاجتماعي حول آخر التطورات السياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذا التعليق الأخير مخطئ من يظن أن روسيا على خلاف مع إيران ومنه سأربطه مما نشرته صحيفة العرب الجديد عن هذا الموضوع وعن المحاولات الإيرانية السورية لعرقلة اتفاق أنقرة قالت الصحيفة فشلت السبت أولى المحاولات من قبل النظام وإيران لتقويد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أنقرة إذ فرضت روسيا إرادتها عليهما وأجبرتهما على إيقاف هجوم واسع ولو بشكل موقع قامت به قوات النظام وحزب الله على منطقة وادي بردة بعد يومين من إقرار الاتفاق وعلى الرغم من استئناف النظام لغاراته في منطقة وادي بردة عصر أمس الأحد إلا أن ثوقف الهجمات مساء السبت مع انتهاء المهلة التي منحتها المعارضة للضامن الروسي عكس إصرار موسكو على تثبيت دعائم هذا الاتفاق لتمهيد الطريق الصعب إلى العاصمة الكازخستانية أستانا لبدء تفاوض بين المعارضة والنظام برأيك لماذا تصر إيران ومعها النظام السوري على المضي عكس التيار الذي تريد روسيا المضي فيها روسيا صحيح أنها تريد تحضير أجواء إيجابية لأستانا في 28 شهر حسب ما هو مقرر بحسب اتفاق أنكرا ولكنها لم تكون حزينة عمليا إذا لم تنهر الهدنة بالكامل وحقق النظام ومعسكره في هذا الوقت يعني انتظارا لوصولنا إلى أستانا تقدم على الأرض يعني هذا أيضا سيسرف في المفاوضات السياسية هذا أيضا سينعكس ضعفا في موقف المعارضة في أستانا ولكن تعتمد روسيا سياسة حفة الهوية يعني المعارضة يوم السبت وضعت مهلة حتى الثامنة مساء لكي يتوقف الهجوم على وادي بردة وأن لا تعلن أنها فشلتها غير ملتزمة بأي بنود من الهدنة وبالفعل ضغطت روسيا لأن الهدنة كانت ستنهار بالفعل كانت ستنهار وتوقف الهجوم إلى أن عاد كما أسلفت عصر الأحد فروسيا لن تكون حزينة إذا حقق النظام وميليشياته وإيران تقدما على الأرض في المناطق التي يعتبرونها استراتيجية جدا في محيط دمشق ولكنها في الوقت نفسه تضغط لكي لا تنهار الهدنة فهذه سياسة حفة الهاوية هذه عادة سياسة إيرانية وليست روسية الروسي مع فلاديمير بوتين يعني هو المواجه الصلف الذي لا يتوانى هذه البراغماتية كما قلت تصف بها يعني نعم بالضبط فنحن بين هذين الخطين في المقابل المعارضة أيضا هي منهكة هي لا تريد انهيار الهدنة ولكنها هي مسؤولة أمام 12 فصيل 7 فصائل يعني ينتمي إليهم 60 ألف مقاتل وقع على الهدنة هي مسؤولة أمام جمهور الثورة السورية لا تستطيع أن تتنازل أكثر من ذلك وأمام أيضا يعني الشركاء الإقليميين الذين قامت بتوقيع هذه المحاولة صحيح الضامن التركي واضح على الموسكو معهم يعني الضامن التركي الطرف التركي واضح المواجهة المقبلة لن تكون مع روسيا بل مع إيران الربط الذي تجريه الدبلوماسية الخميس حتى اليوم بين التنظيمات الإرهابية المستثنات من الهدنة أي داعش وجبة النصرة في مقابل الكلام الدائم عن حزب الله وعن الميليشيات الأجنبية الموجودة داخل معسكر النظام على الأراضي السورية أعتقد أن المواجهة المقبلة ستكون تركيا إيرانية أكثر مما على كل حال روسيا لها أسباب عديدة للمضيف هذا الحل السياسي الذي تدفع إليه ولكن الشرق الأوسط ذكرت نقطة أخرى غير النقاط التي ذكرتها عن التعب أيضا الاقتصادي والعسكري واستنزاف هذه القوات كلها في الحرب السورية وتحدثت عن المحاولات الروسية لفرض نفوذها على المنطقة ككل وقالت الاستراتيجية الروسية تبدأ بنقل الحوار حول سوريا من جونيف إلى أستان عاصمة كازاخستان أي من أوروبا إلى آسيا وتدعو للحوار تركيا ومصر المتناقدتين في المواقف وكذلك قطر ولمن يعرف طبيعة المؤتمرات هذه يدرك أن عين الروس ليست على سوريا فقط وإنما على حوار جانبي بين دول بينها جفوة مثل مصر وتركيا من ناحية ومصر وقطر من ناحية أخرى هذا المؤشران لرؤية روسيا للمشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط شرق أوسط جديد بتحالفات جديدة وبصبغة روسية إذن فعلا توافق منه من خلال هذا المؤتمر تسعى روسيا لأن تكون قطب أساسي في هذه المنطقة هذا حلم روسي قديم كان يختصر أيام التحاد السوفيتي بالوصول إلى المياه الدافئة أي الساحة المتوسط بعد نضال بين مزدوجين لمائة عام لن تستطع روسيا في هذه المنطقة إلا أن تقيم قاعدة عسكرية في ترطوس وهي قاعدتها الوحيدة العسكرية في الخارج اليوم نحن نبالغ في تصور القوة الروسية نتحدث عن قوة روسية منهارة اقتصاديا عن سلاح روسي صحيح هو يقتل ولكن يعني ليس لديها حتى طائرات حديثة تنجي طاكم الأوركسترة التابعة للجيش الروسي من الموت في طائرات توبوليف الرسمية أعتقد هناك مبالغة في تصور الرغبات الروسية تدرك روسيا أنها استطاعت الاستفادة من تغيير الذي أجراه براك أوباما في سياسة الخارجية الأمريكية لناحية شعار ترك الحرية للشعوب لتكرر مصيرها وهذا شعار كان حميدا لو لم ينعكس على أنظمة لا تعرف لا الحقوق ولا الإنسانية ولا الحريات واستفادت روسيا فلاديمير بوتين من فترة انتقالية بين أوباما ودونالد ترامب ولكن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد كما أسلفنا بالتالي أعتقد روسيا تدرك أن توسيع نفوذها ليمتد أكثر من سوريا هذا وهم كبير لا تستطيع روسيا أن تصالح قطر ونظام عبدالفتاح السيسي في مصر طبعا الضغط الذي أتى على قطر لتتصالح مع نظام عبدالفتاح السيسي من قوة أكبر بكثير من روسيا ولم يفلح لأن قطر أخذت موقفا وهي ملتزمة فيه تجاه نظام الانقلاب أيضا تركيا هناك محاولات أمريكية كبيرة كانت لمصالحة أردوغان مع السيسي وهي فشلت أيضا لأن تركيا لديها حساباتها في هذا الموضوع أعتقد أن هناك مبالغة في كلام الصحيفة الزميلة ما تستطيع روسيا فعله أن ترسخ نفوذها في سوريا وأن تتفادى الإشكال الكبير الآتي مع إيران هذا أقصى ما أيضا هناك نقطة لافتة أيضا ذكرتها المدن الإلكترونية للكاتب إياد الجعفري تحت مقال بعنوان سوريا والمفارقة الروسية الإيرانية يقول للروس مصلحة مباشرة في حالة توزع النفوذ في سوريا بين نظام الأسد في دمشق وبين فصائل معارضة في عموم سوريا وليس لهم مصلحة في أن يسترد الأسد بدعم إيراني حالة تمركز النفوذ في كامل سوريا لصالحه لأن ذلك يعني أن هذا النفوذ سيقول في نهاية المطاف إلى الطرف الميداني الأقوى المتبقي في الساحة وهو فعليا إيران عبر ميليشياتها فالمصلحة الروسية تكمن في تعدد القوى السورية الفاعلة في سوريا وتقاسمها للنفوذ بصورة يمكن للروسيا أن يلعب عليها فيما المصلحة الإيرانية تكمن في أن يكون نظام الأسد هو الفاعل الوحيد في سوريا من جديد كما كان قبل العام 2011 لكن هذه المرة فإن هذا الفاعل يرتكز ميدانيا على الإيرانيين أنفسهم ما يجعلهم أصحاب الكريمة العليا طب إذا كانت روسيا فعلا تسعى إلى تعدد هذا النفوذ إرناس لماذا إذا تسعى اليوم إلى تمزيق المعارضة اللي سوريا بهذا الشكل في المنطق نفسه التي يتحدث فيه الزميل لأنها لا تريد معارضة قوية مثلما لا تريد نظاما قويا هناك جانب كبير من الصحة في هذا الكلام لأن كنت ولازلت أعتقد أن الإشكال الإيراني الروسي سيأتي ولكن للأسف بالنسبة لي للأسف ليس قريبا سيحصل هناك اختلاف في وجهتين كبيرتين بين روسيا وإيران وهذا ينعكس الرغبة الروسية بإبقاء جميع الأطراف ضعيفة أو متساوية في الكوة على الأقل ينعكس فيما سربته وكالة رويتز قبل أيام عن مشروع فيدرالية ثلاثية الأطراف في سوريا وتحدثت عنه الصحف الروسية المكرمة من الكراملين نتحدث عن فيدرالية كردية نتحدث عن فيدرالية نسميها سوريا المفيدة أريد ما تقول هو بالغ للأهمية دقائق قليلة مع فاصل قصير ثم نتابع أهلا بكم من جديد في برنامج كوشك الصحافة نرحب مجددا بضيفنا مسؤول القسم السياسي في جريدة العرب الجديد أرناست خوري أهلا وسهلا بك أرناست قبل الفاصل كنت تذكر نقطة في بالغة الأهمية عن تقرير أصدرته وكالة رويتز عن خريطة تقسيم سوريا أو ما يسمى بسوريا الفيدرالية اليوم يعني ما هي المعلومات التي وردت هذا التقرير وكالة رويتز نقلت عن مصادر روسية في الكرملين بأسمائها طبعا تتحدث عن مشروع من ضمن مسار موسكو أي مفاوضات أستانا والتي يمكن أن تنتقل أو تتابع في جناب في 8 فبراير عن مشروع فيدرالية لسوريا يتألف من ثلاث اتحادات أو ثلاث فيدراليات فيدرالية كردية يتم التمهيد لها قبل يومين في اجتماع رميلان عندما ألغوا مصطلح رجعافا غير كردستان لمصلحة فيدرالية شمال سوريا وفيدرالية أخرى فلنقل يعني من دون التدقيق في التسميات هي فيدرالية مناطق النظام التي تحاول تهذيب هذا الأمر تحاول تهذيب نعم نعم هي فيدرالية عمليا علوية درزية ستكون يعني سوريا المفيدة ما يصطلع على تسميته سوريا المفيدة والتي تجدين أكثر ما كتب عنها على كل حال في الأدبيات الروسية وفي الصحف الروسية وفي مراكز الأبحاث الروسية وليس في أي مكان آخر والتي تمتد معروف يعني أصبحت من الحدود اللبنانية السورية مرورا بمدينة حمص المدينة فالشام فالساحل السوري مع إيجاد طريقة ما لضم محافظة السويداء إليها على اعتبار النظام يعني يخبرنا أنه محام الأقليات وإلى آخره مع فدرالية ثالثة هي مناطق الغالبية الطائفية العظمى في سوريا أي السنية المناطق التي يدرك النظام أنه لن يستطيع أن يستعيد حكمه فيها على كل حال إن صح هذا الكلام أم لم يصح الأكيد أن هناك يعني شيء هذا التصور الثلاثي هو تصور روسي يعكس بالضبط فهمه ورغبته بألا يستعيد النظام ومن خلفه إيران كامل السلطة في سوريا لأننا لم نعد نتحدث عن يعني إذا استعاد النظام وضعه القوي فهو لن يستعيده على ما كان عليه قبل 2011 على اعتبار أن إيران حليفة نتحدث عن إيران هي الموجودة على الأرض عبر ميليشياتها الإيرانية مباشرة وعبر حزب الله وبقية ميليشيات العراق نستعى لكل حال هذا الأمر يقلق النظام بطبيعة الحال هذا يعني يفهم التوجه الروسي إلى حد ما صحيفة الحياة تحدثت عن مخاوف النظام السوري هذه وأيضا عن مخاوف لدى المعارضة السورية من جهة أخرى وقالت ما زاد من قلق القيادة السورية أن تركيا هي الطرف الآخر في الاتفاق وليس إيران وما أطفاه هذا من شرعية على دور أنقرة كراعا للمعارضة السورية في مقابل ذلك وضع الاتفاق النظام السوري وقيادته تحت الرعاية الروسية تحديدا من دون شراكة لإيران في هذا الدور ومصدر قلق الأسد من هذا التطور أن الاتفاق يعني أن روسيا ترى وعلى عكس ما يراه هو ومعه إيران أن الخيار العسكري وصل إلى حدوده بسقوط حلب ولم يتبقى من خيار آخر غير الحل السياسي كمخرج المصدر الثاني لقلق الأسد أن الاتفاق يقلس هامش المناورة أمامه وهو الهامش الذي اعترف أخيرا بأنه استفاد منه في إفشال الحل السياسي في مفاوضات جونيف السابقة الآن روسيا التي أنقذته من السقوط هي راعيته في مفاوضات حل سياسي تتبناه وتدفع باتجاه تبنيه دوليا في مجلس الأمن إذن تحدث هذا الوقال عن أسباب أو مصادر القلق لدى النظام السوري يعني أود منك تعليق على هذا الموضوع وأيضا تعليق على الهواجس الموجودة الآن لدى المعارضة السورية وهل تركيا فعلا تمثل هذه المعارضة بشكل سليم في المحادثات المقبلة فلنبدأ بالتصور يعني يجتمع يجتمع النظام وروسيا وإيران في نقطة واحدة ربما أطراف المعسكر الثلاث يتفكون عندما نتحدث عن الرؤية السياسية أو الحل السياسي يقصدون به حكومة وحدة وطنية بين مزدوجين وليس هيئة حكم انتقالية لانتقال السياسي كما نصت عليه 2-2-5-4 كرة الدولية وجنيف 1-2012 إلى آخره في هذه النقطة يتفكون ولكن الطريق إلى هذا الاتفاق يعني النظام يفهم حكومة الوحدة الوطنية مثلما هي على كل حال هذه مفارقة ساخرة على كل حال الحكومة السورية الحالية للنظام يسميها حكومة وحدة وطنية لأن فيها معارضان علي حيدر التصوري يعني هو وزير الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي هو يعني بعثي أكتر بكثير من البعث وأسدي أكتر بكثير من الأسد هو من حصة المعارضة مثلا هذا يعني هذا عبث على الطريقة البعثية مستحيل تصديقه الروس يتفكون في ذلك لأنهم يتفكون مع النظام في ذلك لأنهم يتصورون المعارضة بمعاييرهم الروسية حتى يعني من يعرف الوضع الداخلي الروسي يدرك أن المعارضة ما يسمى المعارضة داخل الدومة كالحزب الشيوعي الروسي هو موالي أكثر بكثير من الحكم في الكريملي نفسه وهو قومي أكثر بكثير من بوتين وراغب بالتوسع الروسي الاستعماري أكثر بكثير من بوتين فليس هناك فعليا معارضة يتصورون المعارضة السورية مثل ما يتصورون المعارضة في بلادهم التي لا تعرف شيء من الديمقراطية هذا من الجانب روسي أتحدث عن الجانب التركي اليوم الجانب التركي الأتراك تركوا واحدهم في الساحة هم وقطر والسعودية عمليا ولكنهم الأطراف ثلاثة غير قاضين تركوا واحدهم من قبل الولايات المتحدة تقصد؟ طبعاً الولايات المتحدة والغرب كله الأتراك يقولون منذ العام 2011 لا حل لحماية السوريين ولحماية المعارضة إلا بإنشاء منطقة آمنة لديها مشروع مفصل ورفض الطرف الآخر الغرب كله رفض بالمطلق عن الدور الأمريكي قبل أن ينقض الوقت صحيفة الدستورة الأردنية تطرقت إلى غياب هذا الدور المؤثر على الساحة السورية وضبابية هذا الموقف وقالت أما الغائب الحاضر في كل هذه التطورات هو الولايات المتحدة التي رحبت بالاتفاق عدته خطوة إيجابية أرفقته مع سحب وحدات الإسنادات البحرية وحاملت الطائرات أيزنهاور إلى الولايات المتحدة لكن صورة موقفها النهائي لم تنجلي بعد من انتظار مجيء دونالد ترامب الرجل الخارق في بحر من الصراعات في بلاده وداخل حزبه والذي يصعب ضبط وجهته واتجاهه لمدة أسبوع واحد فقط وسيكون لتسلم الإدارة الجديدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع وكشفها عن مواقفها وخططها لسوريا والمنطقة أثارا حاسما في تقرير ما إذا كان العام 2017 يحمل فرصة سلام الولد سريت جورنال كانت قد عنوانة بأن روسيا وتركيا يتقاسمان الغنائم في سوريا بينما الولايات المتحدة غائبة ودون إشراكها يعني اليوم السؤال التقليدي موقف دونالد ترامب من الأزمة السورية هذا سؤال مستحق يعني كاذب من يدعي أن يعرف شوابه مشكلة دونالد ترامب هي مع إيران وليس مع أي طرف آخر سيكون عنده مشكلة كبيرة في التوفيق بين غرام وبين مزدوجين بلاديمير بوتين والنموذج الروسي هو يسميه النموذج الروسي وعقداته القوية جدا مع إيران وميليشياتها كيف سيستطيع التوفيق مع وزير خارجية تيلرسون روسي بين مزدوجين إلى هذه الدرجة وأيضا معادن للاتفاق النووي مع إيران ولكل ما يرمز إلى إيران النظام الحالي كيف سيوفق بين هذا العداء وهذا الود والصداقة هذا مستحيل قديره ولكن اليوم الصمت الأمريكي الذي نشهده هو فقط لأن هناك عدات تنازل لانتقال السلطة الإدارة المقبلة أم هناك قرار ما بترك الأمور لروسيا وتركيا هناك عنصران طبعا فعلا برك أوباما أجر تغييرا جثريا في السياسة الخارجية الأمريكية ترك الملفات التي لا يريد أن يتورط فيها تركها بالكامل حتى عندما كان الحوار قائما بين روسيا والولايات المتحدة عمليا جوم كاري كان رمز التخلي عن سوريا ورمز أكثر من تسبب بالأذى أعتقد للثورة السورية هو الأمريكي وليس أي طرف آخر لأنه يعتقد هو ورئيسه والإدارة عموما إلا الجهاز العسكري وهناك كانت مشاكل دائما بين الطرفين أن لسنا قادرين أو لسنا راغبين بالتورط في الملف السوري فلتتورط روسيا إضافة إلى أننا نشهد فترة تسلم وتسليم بالتالي هذا عد تنازلي خاسر بكل المقاييس للولايات المتحدة فغابت بشكل غير مسبوك ربما بعد العشرين من الشهر المقبل ننتقل الآن إلى أبرز مجرء من كاريكاتيور حول هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للأسف رامي تبقى لنا وقت للتعليق إرنس خوري شكرا لك على حضورك على كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة زوروا موقعنا على الانترنت العربي دوت تي في أيضا بإمكانكم إبداء رأيكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة